السلام عليكم أعزائي المشاهدين القرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد في هذه الحلقة لا صوت يعلو فوق منافسات القسم الثاني اليوم تجرى مباريات القسم الثالث على الهواء مباشرة بتتابع مع حضراتكم أول بأول كل النتائج وكل الإحصائيات بالأمس انتهى يعني منافسة القسم الثاني المجموعة الأولى مجموعة الصعيد وبنبارك لفريق البنك الآلي بأول الصعيدين إلى الدور المصري لكرة القدم بعد التعادل مع بوترول أسيوت الخبر الأولاني النهاردة معنا البنك الآلي أول الصعيدين لدور الأضواء بعد التعادل واحد واحد مع بوترول أسيوت نجح الفريق البنك الآلي بقيادة عيد مرازيق في الصعود لدور القسم السائل الأول لدور الشهرة للمرة الأولى في تاريخي بهدف لمثله أمام بوترول أسيوت وكانت باقي النتائج على النحو التالي تعادل صهاج مع الألمونيوم صفر صفر الألمونيوم بقيادة الكابتن ياسر الكناني منافسة شرسة حتى اللحظات الأولى من عمر المباراة وفوز بن سويف على طاعة 2 صفر أيضا كل التحية لفريق بن سويف على يعني كان مازال كان متربع على قمة المجموعة الأولى حتى الرمك الأخير من الأسبوع قبل الأخير كان فيه منافسة شرسة في هذه المجموعة بين البنك الآلي وبن سويف والألمونيوم فوز ديروت على الفيوم 2-1 وفوز تليفونات بن سويف على الإعلاميين 2-0 وفوز كبير للمينيا على شباب قنة 3-1 ده نتائج وبنبارك لفريق النادي البنك الآلي مجلس إدارته والمدير الفني واللاعبين وكل المهتمين بالقرى في نادي البنك الآلي بمناسبة صعوده إلى دوري الممتاز ألف دوري الشهرة ثاني أخبارنا النهاردة كشري يكشف كواليس جلسة الرحيل من أسوان ويؤكد عندي عرض ما احلمش به أكد أحمد كشري المدير الفني لأسوان سيبلغ إدارة النادي بقراره سواء بالبقاء أو بالرحيل وقال كشري تلقيت أربع عروض قبل حسم البقاء أو الرحيل عن أسوان ورفضها وقلت سأكمل حتى لو هبط الفريق والوقت الحمد لله عديت بفريق أسوان ومازال فريق أسوان في الدوري المصري وتحقق الهدف في البقاء وقال كشري أمتلك عرضا لتدريب أحد الأندية التي لم أكن أحلم بها ولدي ثلاث عروض أخرى من أندية الدوري منها مصر للمقصة الخبر التالي للتحاد يقبل استقالة طلعة يوسف وخصم خمسين ألف جنيه من كل لاعب وفق مجلس إدارة نادي للتحاد السكندري قبول استقالة الكابتن طلعة يوسف خلال الجلسة الطارية أمس وقدم مجلس إدارة النادي الشكر له وقد فوض مجلس الإدارة برئاسة محمد مصلح في التفاوض واختيار مدير فني جديد كما قرر المجلس تكليف الكابتن مونير عقيلة المدرب العام بقيادة الفريق لحيل الإعلان عن المدير الفني الجديد كذلك قرر مجلس الإدارة خصم خمسين ألف جنيه من كل لاعب نظرا لسوء المستوى الذي قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة الخبر التالي المصر البرسعيدي يواصل انتصاراته ويهزم للتحاد 2-1 حقق فريق المصر البرسعيدي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بستاد برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما في الجولة عشرين للدوري تقدم الاتحاد عن طريق كريم الديب في الدقيقة 11 من الشوط الأول وتعادل عمر كمال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بركلة جزاء ثم أحرز اللاعب الليبي مفتاح تقطق في الدقيقة سنتين لينتهي اللقاء بفوز المصري 2-1 عصام الحضر يكشف حقيقة عودته للدوري عبر بوابة البنك الأهلي كشف عصام الحضر إسطورة حراسة المرمى والحارس السابق لمنتخب مصر حقيقة تلقي عرضا للعودة للدوري المصري من جديد عبر بوابة فريق البنك الأهلي بعد صعوده بالأمس على حساب بن سويف والألمونيوم بعد التعادل للإجابة 1-1 أمام بترول أسيود برصيدة 44 نقطة في المركز الأول كانت المواجهات المباشرة لصالح فريق البنك الأهلي على بن سويف صاحب نفس الرصيد من النقاط والجدير بالذكر أن عصام الحضر يبلغ من العمر 47 عاما الخبر التالي اتحاد القرى يوافق على صرف مليون ومئتين ألف جنيه للحكام وفق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد القرى برئاسة عمر الجنيني على صرف مبلغ مليون ومئتين ألف جنيه للحكام عبارة عن مستحاقتهم المالية عن شهر أغسطس الماضي الخبر التالي الفيفا يعتمد ثلاث شروط لأول مرة في انتخابات اتحاد القرى اعتمد لاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التعديلات الجديدة على شروط الترشيح لانتخابات الجبلية يتكون المجلس من تسع أعضاء عبارة عن رئيس ونائب وسبع أعضاء بينهما سيدة على الأقل يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بانتخابات بمعرفة الجمعية العمومية ويتم تطبيق باند الثمان سنوات بشكل تساعدي بحيث يحق لكل مرشح قضاء ثمان سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط يتم تطبيق باند الثمان سنوات بأثر رجعي باند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأي مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من التسويق الرياضي الإعلام الرياضي وكلاء اللاعبين وغيرهم إلغاء مجلس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذي لكل منطقة منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات وإجراء انتخابات القرى بمعرفة اللجنة الخماسية الخبر التالي الزمالق يقبل هدية الآل لتأمين الوصافة ويطيح بالحرص خارج حدود الدوري حقق الزمالق فوزا غاليا على حرص الحدود بنتيجة 2-1 مساء الاثنين على الساد المكسب الأسكندرية في الجولة 33 من عمر الدوري ليقبل بهذه النتيجة الفارس الأبيض يدية الأحمر بعد تعادله مع بريميدز ويقترب أبناء متعقبة من حسم المركز الثاني وفي الإسبوع الأخير من الدوري يتقابل الزمالق مع الإسماعيلي وبيراميدز يلاعب المقاولون العرب بنتابع مع حضراتكم أول بأول ولحظة بلحظة نتائج المجموعة الثالثة مجموعة بحري وإسكندرية انتهى اللقاءات الشوط الأول حتى الآن بيلاود كيرنس بقيادة الكابتن حكم اللقاء أحمد حسونة بتقدم فريق دي كيرنس بهدف مقابل لشيء الأولمبي وغزل المحلة بعد أن تقدم الأولمبي بهدف أحرص غزل المحلة هدفين لتصبح النتيجة 2-1 لغزل المحلة بيدير هذا اللقاء كابتن محمد عادل مالية كفر الزيات والحمام بيدير اللقاء السيد فرج ومازالت النتيجة التعادل السلب 0-0 فارقه مع بلدية المحلة بيدير اللقاء الكابتن أحمد الغندور فارقه متقدم على بلدية المحلة 2-0 أبو إيرل الأسمدة وضمانور فوزا كبيرا لبو إيرل الأسمدة على ضمانور بسلاسة أهداف مقابل لشيء الرجاء متقدم على المنصورة بهدفين مقابل هدف أعزائي المشاهدين نخرج فاصل لنشايد تقرير غزل دومياط وفريق سماد السويس وبنشكر المعلق الرياضي كابتن أحمد مجايد على التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية مع فرقه ولعب وفريق السماد هناك قاسم صبري لعب الطور قول 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 قاسم صبري هناك العرضية وسيد رمضان يسجل أجمل هدية هناك في شباك الفريق الآخر هناك في شباك نعب العرضية للسقة الله 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 جول 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 محمد السقة يا سادة الله عن روح القتالية وهنا تضامناً مع الراحل وراحل القرى المصرية والضمياطية كابتن أكرم حفيلة هنا يرفع التشيرت النجم محمد السقة احتفاءاً بهذا الهدف وهناك يهدي هذا الهدف لروح الراحل كابتن أكرم حفيلة الله على الوفاء والإخلاص من هذا اللاعب صنع المكد منذ قبل لعبهم لفالقاو فالقاو فالقاو جول 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 بنيران صديقة لعب العرضية وهناك أجمل هدية يسجل الأفريقي فالقاو الهدف الثالث الفنان والماسترو هناك محمد السقة جول 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 محمد السقة يا سادة يعلن هنا عن الفرحة الرابعة للفريق الضمياطي تحسين مراكز وتبقى فرحة وكده يعني لكن بداية وإن شاء الله يعني الفرحة الكبيرة والفرحة العريمة إن نرجع ضمياط لوضع الطبيعي تاني وإن شاء الله يعني بالتكادفة اللي احنا شايفينه ده والإخلاص من جمال المنظومة كلها نقدر نحطه دماثة في وضع الطبيعي إن شاء الله آخر تصراحات السيد محمور بوزارة النهاردة أثناء التواجي معكم بموران لا والله والراجل يعني مبسوط الحمد لله ومبسوط من الأداء ومبسوط من الشكل ومبسوط من النتيجة والراجل وعيدنا بحاجة كترة جدا يعني إن شاء الله يعني طول ما احنا بنبنى نحن نحن نظلمهم كده وبنفرحهم وبنعمل المطلوب مننا قالينا حاجات كترة جدا فبالتالي إن شاء الله يعني أكيد بيعمل الموسم اللي جاي إحنا عندنا مباراتين بنفكر في اللبناط اللي ندارنا حدها من المطشين كل ما بنكسب كل ما بنقوي نفسنا وبنقدر إن إحنا يبقى لنا طلبات وكده يعني للمقاومات الصعود فإن شاء الله في تجاوب رهيب جدا منهم طبعا أنا أشكر ربنا طبعا على الأداء وعلى النتيجة وعلى اللي احنا رجعنا بعد فترة كبيرة سبع شهور من أزمة كورونا طبعا بهدي الفوز الكبير ده طبعا لجمهور دميات والمجلس الأدارة والأستاذ محمودة وزارة المحترم اللي معنا في كل وقت وبهدي الفوز ده على روح الكابتن أكرم حفيلة والدي وكابتيني وعشرة عمري وألف رحمة والنور عليه الحمد لله أنا بشكر يعني اللعابة النهاردة رجالة طبعا سبع شهور اللعابة ما فيش فيه إلا تمرين ولا حاجة وبدأنا يوم 18-9 عادنا حوالي من 10 أيام أو 15 يوم بنتمرا الحمد لله كابتن أبدالطبي الدماني والجهاز المعاون بتاعه وبذل مابوك جامد في عدد اللعبين لعبنا ثلاث مباراة ودية لأن اللقعة كان دائية جدا والحمد لله النهاردة الناس كلها شرفتنا اللعابة شرفونا رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام في كرة البلد اللي دايما برنامج كرة البلد مليء بنستضيف يعني مجموعة من النقاط الرياضيين النهاردة بيسعدنا وشرفنا النهاردة يكون معنا كابتن حمد عوض كابتن حمد مرجان ناقد الرياضي الكبير النهاردة أهلا بك كابتن حمد أهلا وسهلا بك كابتن محمد وإن شاء الله تكون حلقة مميزة بوجودك إن شاء الله احنا النهاردة يعني مباريات المجموعة التالتة مبارات بحر واسكندرية النهاردة على الهواء مباشرة بنتابع النتائج أول بأول زيما حضرتك بتتابع معنا تكيرنس متقدم على بيها لبهدف والقلومبي خسران على أرضه من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ومالية كفر زيات والحمام متعادل السلب صفر صفر وفرقه متقدم على بلدية المحلة في بلدية المحلة 2 صفر وأبو إيرل الأسمدة متقدم على ضمنهور 3 صفر والرجاء متقدم على المنصورة بهدفين مقابل هدف رؤية عامة كده لهذه المجموعة وشايف المجموعة ديتها تودين الفين آخر مبارياتها النهاردة والله المجموعة كابتن كنت عارف أنها كانت المنافسة بين الأربع لهم أقبار المنصورة وفرقه وضمنهور ومن تاني فرقه وضمنهور والمنصور والغزل المحل فالنهاردة يا كابتن غزل المحلة لو المباراة مشت بنفس النظام الشرط الأول فهي غزل المحلة هتتقاهل مباشرة للدور الممتاز وهي غزل المحلة كابتن جاء برضو من بعيد الدور التاني ومشي بخطة سبتة هي الفرقة الوحيدة لفتلت مجموعة إن هي كابتن اللي مشت بخطة سبتة ونتيجها معقولة وإحنا قلنا من شهر كده أو شهرين إن غزل المحلة هي الفرقة الوحيدة اللي مرشحة إنها تصعد للممتاز لأن مقاشراتها والمقاشرات بتاعتها كانت بتدل على كده تمام غير المنصورة كانت مقاشرات المنصورة صعبة ومقاشرات فرقه كانت صعبة لأن مواجهات الفرق والمنصورة ده منهور الفرقة دي كانت بتواجه بعض يعني لو انتهى هذا اللقاء بهذه النتيجة كده هنبارك لفريق غزل المحلة البطاقة التانية للدور المنصري آه كابتن هي حتى لو تعادل غزل المحلة تعتبر صعبة لتراسل مخلص يعني تمام تمام فأيها لغزل المحلة يعني هي من الدور التاني ماشي بخطة سبتة ونبارك لها إن شاء الله بعد نهاية المباراة آه عاجل يعني كده دي كيرنس بيضيف الهدف التاني أمان بيا لها بيلعب النهاردة فريد دي كيرنس اللي عامل نتائج متميزة جدا هذا العام بقيادة يعني مجلس إدارة محترم جدا بقيادة المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي دي كيرنس ومعه مجموعة كبيرة من المتميزين أعضاء مجلس الإدارة وأيضا القيادة الفنية لكاتر مصطفى عبدو اللي عامل حالة يعني منذ توليه مسئولية نادي دي كيرنس مستجد محمد إحنا علشان نتكلم عن نادي دي كيرنس هنتكلم عن باش مهندس خضر إبراهيم باش مهندس خضر إبراهيم مادد دي كيرنس بإمكانيات مادية عالية جدا تمام أولاً القرى النهاردة استثمار رياضي الاستثمار ما بيكون من رئيس مجلس دارة النادي بيختلف عن ما يكون انت جاء بمستثمرين برا النادي انت عارف المستثمر اللي جاء برا النادي او الشغل الشاغل دايماً بيحاول الشغل لصالحه قبل النادي فانت النهاردة باش مهندس خضر إبراهيم عامل طفرة كبيرة بقاله سنتين في تكيرنس جاب الفرقة من الثالثة للممتاز به استنادت تكيرنس في الترتيب بتاعها الخامس ده يعني نقوله تسعين في المية أو مية في المية فوق الممتاز تمام لأنه عامل حالة كويسة وعمل شغل عامل لو كده لو انفضت النتيجة المنصورة خسران واتكيرنس فاز يحقق المركز الرابع يحقق المركز الرابع واتكيرنس يا كابت ان هو برضو اخفق مباراة برضو يعني ايه سهل اولا لو كان خد المطش اللي هو بتعرغان على ملاعبو ده كان كسباني 2-0 الشغل فعلا فعلا لو كان كمل كان وصل للثالث كمان تمام انما هي يعني السنة اولى نجاح لاتكيرنس اه اول سنة لهم فربنا يكرمهم بالفترة الجاية ويبقى برضو فريق من اندية المنصورة في قمة المسلم الجاية ان شاء الله ان شاء الله وطالع له بني عبيد كمان يعني بعد صعوده للقسم التاني هيبقى 3 دربيات جمدين يعني بني عبيد برضو عندي امكانات كويسة وبنية تحتها كويسة من اقوى البنية التحكية اللي موجودة على مستوى الده اهلية ودكتور رمس ردوان بقى احنا ولا فخر ان لو عادا نتكلم عنه مش هنوفيه حقه لانه هو تاريخ تاريخ كبير بني عبيد الدكتور رمس ردوان بيعرف يختار الناس اللي بتتعمل تشتغل في النادي وبتعرف تدير النادي صح هو اصل نادي بني عبيد طول عمر في قيد امينة مع الدكتور رمس ردوان فاحنا بنتمنى للتلات فرق اللي هم المنصورة وبني عبيد وات كيرنس ربنا يكرهم من المسم الجاي ويكونوا بحالة جيدة ويعملوا فرق كويسة احسن كمان من المسم ده تمام فبندخل مع بعض كده على المجموعة الاولى مجموعة الصعيد اللي انتهى المنافسات بتاعتها بالامس بفوز فريق البنك الالي وصعوده الى الدور المصري هنشوف النتائج بالامس كده صهاج متعادل مع الالمونيوم صفر صفر المينيا فائز على شبان قنة 3 واحد ومعنا كده النتائج على الشاشة كابتن حمدي وبنسويف فائز على طاطة 2 صفر بطرول اسيوت متعادل مع البنك الالي واحد واحد والاعلاميين خسران على ارضه امام تليفونات بنسويف صفر اتنين وديروت فائز على ارضه على الفيوم اتنين واحد وشايفين المنافسة كانت شرسة جدا البنك الالي 44 نقطة بنسويف 44 نقطة والالمونيوم 43 نقطة موسى كابتن التلات فرق دولار من اول موسم كان بداية الموسم كان البنك الاهلي متصدر للمجموعة بتاعته جيه لحقه لحقه بنسويف فالدور التاني وفرق معاه بخمسة بنتر لحد المطشن الاخرانيين ان بنسويف اتغلبت من تليفونات بنسويف وبنك الاهلي كسب فتعطلت راحت بنسويف راحت البنك الاهلي لعب بنسويف البنك الاهلي كسب فبقى فرق ايه بنتر هي دية النتيجة اللي بتدفع على طول البنك الاهلي خسارة بنسويف امام البنك الاهلي وهنا برضو كابتن ياسر كناني عمل شغل عالي او او في الالمونيوم بقاله كم سنة بقاله سنتين ثلاثة عمل شغل كويس جدا تمام الالمونيوم برضو لو كانت ما اخفقتش المطشن الاخرانيين دولت اللي هما فالدول تاني بنفس نتاك كده لو انتهى لقاء الالمونيوم بفوز الالمونيوم بالامس كان هو اللي صعد للدور المصر كان هو اللي صعد فعلا تمام فاحنا برضو خمتلت فرق تعبهم واكتهدهم واحنا كنا مرشحين بنسويف لاننا بقالها سنتين عمل دعم مالك بير للنادي فالنادي الاهلي احنا بنبركله بالصعود ومزيد من النجاح للبنك الاهلي واللي ما صعدش السنادي لبنسويف ربني يكرهم المسلم الجاي هي والالمونيوم تمام ندخل مع بعض على المجموعة التانية مجموعة القاهرة والقناة المباريات ان شاء الله توجرى يوم الخميس القادم مباريات داخلية مع النصر وصيراميكا كلوباترا مع جمهورية شيبين بتروجيت مع المريخ والزرقة مع النجوم والقناة مع منتخب السويس والترسانة مع كوكا كول ترتيب المجموعة التانية صيراميكا في المركز الاول اتنين واربعين نقطة بتروجيت في المركز التاني تسعة وتلاتين والداخلية في المركز التالي تمانية وتلاتين نقطة منافسة ايضا شرسة يعني تمانية وتلاتين الداخلية بترجيت تسعة وتلاتين سيراميكا تنين واربعين وقريب سيراميكا يلعب جمريت شيبين على أرضه بينما فريق داخلية هيلعب النصر على أرضه وفريق أيضا بترجيت هيلعب المريخ على أرضه التلاتة اللي بنفسهم هيلعبوا على أرضهم المبرار الأخيرة التلاتة اللي بنفسهم هالكبتان خلاص هي المجموعة دي تحصل بيطل صالح سيراميكا بنسبك بير لا هي أكدت حتى لو لو تعادلت وبترجيت تكسب هيبقى فرق أهداف لسراميكا تمام لأنه كده كده سراميكا سعدت خلاص المجموعة دي كانت الدخلية في الدور الثاني هي هي الأول في الدور الثاني تمام دولة إخفاك المطش اللي هو بالتعادل مع جمهوريو تشيبين على ملعبها ضيع منها الصعود فعلا هي كانت في الدور الأول كانت بعدة جدا في الدور الثاني بدأت تفوز وبدأت نتائج طيبة جدا طلعتها على طول المركز الثالث حتى الآن بالنتاج والدور الثاني يا كابتن الدخلية الأول إحنا ما فيش بقى يا كابتن حمدي بالنتاج والدور الثاني إحنا يا كابتن حمدي الموسم كله على بعض إحنا بمجيبش الدور أول إحنا بنتكلم إنه هم كانوا ماشيين بخطة سابتة اللي هو الأخفاك ماتش جمهوريو تشيبين اللي هو التعادل هناك تفاهمني لأن الجمهوريوش برضو كان هي خافة برضو من حتة الهبوط فالفرقة كانت بتلعب في ملعبها برضو يعني بتلعب زون ديفينز جمد يعني وفي نص الملعب لكن هم عملوا ماتش كويس جدا الدخلية عملوا ماتش مع الجمهوريوش يبين في جمهوريوش يبين وضيعوا أهداف كتير لأن إحنا شفنا الماتش ده برضو فإحنا بنبارك لصراميكا مقدما يعني وربنا يكلوهم الموسم الجديد ده ويعملوا أمكانيات كويسة للممتاز لأن الممتاز هيختلف عن الممتاز به والدخلية والبطروجيت والنجوم ربنا يكلوهم الموسم الجاية ويصعدوا طيب يعني إحنا كده بنقول مبروك للبنك الآلي وبعد دقائق قليلة هنبارك لغزل المحلة وإن شاء الله يوم الخميس بس بنسبة كبيرة جدا هنقول لصراميكا كلوباطرة ألف مبروك صعود الدور المصر يعني إلى حد ما تعرف التلات فرق اللي هما يصعدوا للدور المصر طيب بالنسبة حضرتك يعني بالنسبة لموضوع الصعود والهبوط تكلمنا فيه مرارا وتكرارا في هذا البرنامج وإلى الآن لم يتخذ اتحاد القورة أو اللجنة الخماسية يعني أي تعليمات وكل محد يسأل حد في اللجنة الخماسية يقولك بنفس شروط المسابقة لكن انتوا قعدتوا مع رؤساي الأندية واتفقتوا إن السنة دي فيه ظروف خاصة يعني فيه جائحة كورونا جات عطلت الموسم أكتر من سبع شهور من شهر اتنين لعند شهر تسعة أو شهر عشر يعني بقالنا الواتح أكتر من سبع شهور واللعيبة قاعدة في البيوت وما فيش أي مزولة للنشاط طيب لما المسابقة تاني وإحنا هنا يعني بنشكر القيادة الحكيمة بنشكر الحكومة المصرية على عودة النشاط مرة أخرى علشان الحياة ترجع لطبيعتها طيب وجهة نظر حضرك بالنسبة لموضوع الصعود والهبو الموضوع الصعود والهبودة كابتن هو كان متراتب له من الموسم أساسا وكانت اللايحة معروفة لكل الاندي لما جه الدورة توقف طبعا انت النهار لما ديجي تعمل شهر فترة أعداد بالنسبة للفرق التالت أو الممتاز به أولا هي مش هتكفي لأنه هو مش هلحق يعمل المتشاط فيها هل هيعمل فترة أعداد في شهر هل هيعمل المتشاط في فترة الإعداد فهي يعني عدم وضوح اللايحة ضرت ناس كتير ويره كمان في موضوع الصعود اللي تكلمنا فيه بتاع الممتاز به ده برضو ان كل اللي طالع الوقت يا كابتن أنديت مؤسسات وشركات يعني الأندات الجماهرية كلها الوقت والبنك الآلي مفيش اللي نادي غزل المحلة وشركة يعني نادي غزل المحلة مع احترامي لشعب المحلة وجمهور المحلة المحب بالقرط القدم لكن هو الأول والأخير هي شركة شركة غزل المحل والبنك الآلي مؤسسة وثيراميكا مؤسسة يعني الأندية الجماهرية يعني بتنقرض واحدة وباحدة كده خلاص يا كابتن معاش أنديية جماهرية ومعاش تشجيع الكورة بسبب الأندية والدخول الاستصمار والضغط المالي بالشركات خلاص بعد الأندية الشعبية بقت بعيد عندك اللون بفين الوقت عندك المنصورة فين الممتاز به بقالها كم سنة مساعدتش طيب معاناك كابتن عبدالفيف الدوماني نجم نادي الزمالك والمدير الفني الحالي لنادي دومياط بنبريك لك كابتن دوماني بفوزك بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الأخيرة أنا كابتن محمد السلام عليكم الأول كابتن دوماني وبرحب الكابتن حمد برجان حبيب يا أخوة طبعا حبيب يا كابتن بسلام طيبين وبشكر حكا طبعا على الكلام الجميل والحمد لله يعني بداية كويسة وبنكمل ثلاث مباريات من موسم الماضي بنحسن الترتيب بنحسن مكان لا ياليك بناده دومياط تماما يعني وإن شاء الله يعني إذا في نصيب وكملنا لابد أن نحن نتكتف ونرجع ونظمات تغضر الطبيعة إن شاء الله أنت كأنك كابن من أبناء غزل المحلة ولعبت لنادي غزل المحلة قبل الزمالك شايف بعد يعني حتى الآن نتيجة لقاء غزل المحلة مع الأولمبي غزل المحلة متقدم بهدفين مقابل أدف شايف وجهة نظر حضرك بالنسبة لنتائج المجموعة الثالثة حتى الآن أنا متابع المباراة طبعا وبتمنى من كل قلبي وإن شاء الله الأمور ترجع تبقى طبيعية وغزل المحلة يرجع لمكانه الطبيعي يعني بختلف مع الناس الليقول حلم الصعود أو إنجاز لا المحل واخد دوري ووصل لست نهايات كرس مصر وتالت مطولة عربية وياما طبعا لعبة كتيرة جدا 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 على مر الأجيال ومر الأصول لابوا منتخبات واحترفوا برا فبالتالي ده مكانه الطبيعي الدوري الممتاز وياخد مركز يعني إن شاء الله الحلم قرب وأنا متابع لكن كورت القدم طبعا فها كل شيء نتمنى ومن ربنا سبحانه وتعالى الدقيق دي تعدى على خير ونادي المحل يرجع لو وضعه الطبيعي التاني يعني أنا شايف المجموعة يمكن طالما الصراع على آخر موراة يبقى المجموعة قوية جدا خمس فرق المفروض إنهم ينزلون من 12 النسبة كبيرة جدا جدا فها في أندية عريقة لعبة دوري وحصلت على بطولات أتمنى إن شاء الله يعني توفيق لغازل المحلة وبالصفة المحلة نتمنى البلد في المحلة طبعا التوفيق في الموسم الدين إن شاء الله طب بما إنك انت لعب في نادي غازل المحلة شايف نادي غازل المحلة يعد العودة إزاي علشان يبقى فريق قادر على إن هو يبقى متواجد دائما في الدور المصري وده طبعا أهم سؤال سألته لي السؤال سهل يا كابتن ولكن إحنا مش عاوزين نطلع وننزل تاني سنة زي طانطع بينزل وقف في مصر صعد وعهابط تاني فبالتالي لابد فلابد إن إحنا فيه تكاتف لابد طبعا الإمكانات المادية والإمكانات البشرية هي دي أهم شيء وده اللي هتقعد الدور في شكل خواس في ظل وجود شركات عملاقة وأندية فاسس مرات ترهيبة جدا وأرقام ما سبقناهاش خالص يعني غاز المحلة كان على طول بعد أهل وزمالك حالا دلوقتي غاز المحلة في التصنيف المالي هتلاقيه مسلا الاربعتاشر او الاربعتاشر او الستاشر فأتمنى إن شاء الله من إدارة شركة غازل المحل اعتراعي النقطة اختلف تماما قبل كده إذا ما جبناش لعيبة تليق بالعادة الدور الممتاز ولازم نواجه بالفرق دي طبعا ونقرب بالمقارنة بينهم قريبة مش بعيدة أعتقد إن شاء الله المحلة يقدر وضعه بالإضافة لجمهوره الكبير جمهوره العظيم كبير كده لا يمكن تقول لي اسم النادي يكفي لا يمكن لعيبة معلش مش طوال مرحلة لا لا اسم ولا كريخ النادي هيكفي اللي أبود يبقى فيه إمكانيات بشرية وإمكانات مالية وبالتالي يقدر نجيب لعيبة تقدر أنها تقعد وتيبقى لها مكانة وتقعد للفرقة في مركز كويس إن شاء الله كل الشكر للكابتن عبداللطيفي الدماني نجم غزل المحلة ونجم الزمالك والمدير الفني الحالي لنادي غزل النادي دمياط بنشكرك على هذه المداخلة كابتن حمد بنرجع لحضراتك مرة تانية ورؤية حضراتك بالنسبة للصعود ولبوت ما الصعود ولبوت زي ما قلت لها كابتن اللي أحميها شواضحة من أول الموسم وزا ما احنا عارفين اللاجنة الخماسية عاملة مشاكل في الأندية بسبب الموضوع اللايحة دي إنها مش واضحة هو الوقت مش عامل بلعب الفرق بناء عن إيه وقت لانا عارف لانا هقعد أو ههبط فانا المفروض الوقت جميع الفرق ديت لان هي اتضرت من سبع شهور ما بلعبوش وجو مرة واحدة لعبوا ماتشين هو هم والماتشين ممكن يقعدوا فرقة كابتن لو الفرقة اشتغلت قبله كرون على الماتشين في فرقة كانت ممكن تقعد في الدوري إنما النهاردة في فرقة جاية وصرحت لعبتها وما فيش إمكانيات لهم يرجعون لعبها ازاي هتلعب الماتشين وهتاخد ستة بومت لإحنا عندنا فرقة الكهرابة طالخة عندها إمكانيات كويسة وكانت بتنفس على الهبوط اتغلبت في ملعبها وفرقة برضو تاريخ ولعب الدوري ومتاز به تبقى في الرابعة فهو المفروض يعني يعني يقف مع الأندية شوية ويوضح اللايحة بتاعته ويقعد الناس عشان ما يدوره شكورة لأنه هو كده هيقلل القاعدة يا كابتن في الأندية الثالثة وهي بقى رأي حدرك يعني الخبر اللي هو دايما منتشر النهاردة إن أندية الدوري المصري بتطالب بعدم الهبوط هذا الموسم لو تم إلغاء الهبوط في القسم الثاني والتالي شوية كابتن هم كان فيه مقولة بتقولك إن هم عايزين يهبطهم اللي منتاز به اتنين ومتالتة اتنين في بعض رؤساء الأندية قالك لأ أنا على استعداد إن أنا أهبط ومش عايزة أقول الزكرة أسماء أي عمد أهبط بس الخامسة يهبطهم إذا كنت هتطبق اللايحة ما هو اللايحة لتطبق على الكل لتلغى على الكل لكن أنا أنا قلت في أول السنة ينزل خمس فرق ما يقدرش إن أنا جاء أقول ينزل اتنين أو ينزل ثلاثة لإما طبقها على الكل أو الغيها على الكل عشان من مبدأ تكافئ الفرق في فرق كبيرة يا كابتن زي الترسانة دي حتى لو تطبق اتنين الترسانة هتنزل الترسانة يصرفه عاملة فترة إلات كويسة بس هو توقف الدور ده عمل مشاكل مع الفرق دية كان عندها خمس مطشاط بخمس شربونت لو ترسانة جهازة كانت نكسبت الخمس مطشاط بس إنت ما جيش لعبنا في شهر تقول لي كسب الخمس مطشاط زي 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 ما قلناه كده في الأول اللي هو زي السعود والهبوط تمام فأنا موضوع الهبوط ده كابتن صعب قوي قوي على الاندية لإني اللي هيهبط الوقت معاتش هيرجع على الوقت لان اللي بيهبط مثلا من المجموعة خمس فرق وخمس فرق كانوا لهم تاريخ شوف بقى الخمس فرق ده ممكن نصعده قيمت فأنا معنا رجيب بقى الدورة بقى دي كيرنس أصبحت النتيجة تقدم على بي الأربع صفر دي كيرنس يا كابتن احنا قولنا دي كيرنس إمكانيات رحلة وعندها لعبة كويسة جدا وكابتن مصطفى عبدالي ومسك الفرقة ماشي معهم كويس لانه عندهم إمكانيات متوفرة له انت فاهمني؟ فهو دي كيرنس الموسم الجاي انا بتمبأ لها يعني انها ممكن تبقى في الصعود ان شاء الله فهي كده نصبق الرابع المكان المنصورة بالترتيب ده؟ طيب نسيب حضرك ونشوف كل ما هو جديد في الاسكندرية مع كابتن عبدالنبي النادي كابتن عبدالنبي كابتن محمد لك كل التحية من هنا من الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط وبالتحديد من استاد عز الدين يعقوب ملعب الأولمبي هنا النتيجة اثنين واحد صالح غزل المحلة يمكن مباراة حامية الوطيس ولادة متعسرة بالفعل هنا وهناك وإن كانت الغزل المحلة هو الأرجح هو الأكفى في المباراة ومسيطرة على بنلعب في دقيقة كما كابتن عبدالنبي حتى الآن بنلعب في دقيقة 27 من أحداث الشوت التاني تمام يعني أقول مباراة قوية موسيرة بتليع بالفرقتين سجل هدفها المحلة المدافع محمد سامي والمهاجم محمود صلاح ثم سجل هدف الوحيد محمد كريزبو هنا يمكن مقصورة جزل المحلة متواجد المهندس أحمد عمر رئيس نادي جزل المحلة بأول لقاء رسمي له ويمكن محافظة الغربية الدكتور طارق الرحمي بيتابع النتيجة عبر الهاتف معه وبينه وبينه رئيس نادي جزل المحلة مش قادر أوصف لك مدى حجم الجماهير اللي جات ملعب الأولمبي يا كابتن محمد ومعرفتش تخش الجمهور مستني برا أمام نادي الأولمبي عشان يرجع باحتفالية كبيرة جدا وانكتب بالصعود لكابتن خالد عيد زي ما حضرتك عارف وبرحب بضيفك الكريم الكابتن حمدي ان ده هيكون رابع نادي هيصعد به كابتن خالد عيد لانه صعد قبل كده لطنطا الرجاء الأسيوتي ثم غزل المحلة رابعا على اساس ان هو طب يا كابتن عبدالنبي احنا هنعود للقاء بك مرة تانية هنعود الاتصال بك مرة تانية مع نهاية الشوت التاني ان شاء الله شكرا لمراسلنا كابتن عبدالنبي النادي مراسلنا في الغربية اللي هو متواجد في مباراة الالومبي وغزل المحلة اللي مازال غزل المحلة متقدم فيها بهدفين مقابل هدف لو انتهى هذا اللقاء بهذه النتيجة هنبارك لفريق غزل المحلة بالصعود الى الدور المصري كابتن عبدالنبي كابتن حمد مرجان كابتن عبدالنبي النادي قال لنا ان جمهور كبير بيحضر هذا اللقاء وكل القيادات السياسية في محافظة الغربية بتتابع بكل اهتمام هذا اللقاء لو انتهى بهذه النتيجة هنبارك لغزل المحلة بصعودها للدور المصري هندخل اطلالة سريعة كده لقسم الثالثة كابتن حمد كابتن حمد مرجان ناقضنا الرياضي موجود معانا في المجموعة الاولى مجموعة الصعيد في القسم الثاني هو اولا ست فرق ضمنوا الصعود من 12 مجموعة اللي ضمن الصعود في المجموعة الثانية قنة واسمان تأسيوت في المجموعة الثالثة المجموعة التامنة كفر الشيخ التاسعة بن عبيد المجموعة العشرة سيرس الليان المجموعة 11 سبورتنج دول ست فرق صعدوا بالفعل القسم الثاني فيه منافسة في المجموعة الاولى بين كيمة اسوان ومركز شباب الزهراء ونصر للتعديد كيمة اسوان 47 نقطة مصر مركز شباب الزهراء 46 نقطة والتعديد 44 نقطة ده بالنسبة للمجموعة الاولى تمام المجموعة الرابعة فيه عاملين غارب ومطر طارس دول منافسة شارسة جدا بينهم من بعض المجموعة الخامسة الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات لكن الشرقية للدخان 6 و 62 نقطة والمصرية للاتصالات 59 ومباراة واحدة لسه ما تلعبتش يعني كده يعني قريب جدا الشرقية للدخان من الصعود ايضا في المجموعة الستة السكة الحديد والبلاستيك السكة الحديد 53 نقطة والبلاستيك 48 نقطة ومتبقي مباراة يعني لو تعادل في المباراة واحدة او فاز في المباراة من المباراة هنقول السكة الحديد مبروغ منافسة شارسة جدا في مجموعة بورصعية اه بين بورت 52 نقطة 53 53 يا كابتن وبرفقات 50 والنوبة 49 ومتبقي مباراة واحدة لكل فريق لا هو ما لعبوا ماتش يا كابتن الوقت بورفقات 53 وبرت 53 بنتاجة امبارح تمام هو الامبارح ومتبقي مباراة واحد اه مباراة واحد تمام والله حضرتك احنا اولا نبارك لبني عبيد وقفر الشيخ وسرس الليان مجموعة الستة فرق يا كابتن وسبرتنج اسكندرية برضا الستة فرق دول يا كابتن دولت وقنا واسمانت اصول الستة فرق دولت متعودين هما يا كابتن لو نزلوا سنة برجعوا عطال المبتاز بها تمام انما بقيت المجاميع ديها كلها مباراة واحدة فاصلة بين وبنبعض لان فرق نقطة وفرق اثنين بنت فهو ماتش فهو اللي هيكسب الماتش الجاي هو اللي هيسعم تمام من الستة فرق البقيين في عندنا منافسة في مجموعة برضاك مطروح ومجموعة سينة لكن الاتنين قريبين جدا من الصعود فرق من الاتنين الجزيرة المطروح او المصر بالسلو وايه ده يا كابتن دول واحدين الليعبو ترقي المجموعتين ما هو الليعبو ترقي لان كان كل مجموعة منهم ست فرق او خمس فرق فالمجموعتين كان معمول حسابهم من انما يلعبو ترقي عشان يصعد منهم فرقة واحدة وم هيا كابتن هيفصل بنهم بم Gottes الجاي تمام اللي هيكسب فيهم هو اللي هيصعد انما هي الجزيرة عندها خبارات معروفة يعني مهي الجزيرة هي في المركز الاول لكن بنتمنى كل التوفيق لكل الاندية يعني دي اطلالة سريعة كده للقسم الثالث ست فرق ضمنه اه الصعود واللي هي قنة واسمان طعسيوت وكفر الشيخ وبنا عبيد وسرس الليان طيب معانا مينا وديع النهاردة من اه كفر الشيخ ما لعب بيا لا بيا لو تكرنس كابتن مينا النتيجة حتى الان كام تحياتي لك كابتن محمد عبدالنبي براحب بك بالكابتن حمدي مرجيان يمكن النتيجة هنا تقدم فريد كرنس على بيا لا باربعة اهداف نظيفة يمكن مباراة من جانب واحد تقدم ضيوف فريد نادي كرنس باربعة اهداف نظيفة هذا كل ما لدينا هنا بمنعب نادي نبرو شكرا لزميلنا مينا وديع مرسلنا في قفر الشيخ ومباراة بيا لا وادي كرنس قلت لحضراتكم ما زال فريد كرنس متقدم باربعة اهداف مقابل لشيء لفريد بيا لا فريد بيا لا في المركز يا كابتن حمدي يعني في مزيلة جدول المصابقة في المجموعة التالتة لمجموعة بحر واسكندرية ومش عارفين حتى الان لسه بنتكلم في صعود في هبوط في نزول ما فيش نزول لكن الرؤية اللي احنا قرط البلد خدتها ودايما بالنادي بيها علشان يبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص ان بالنسبة للدور المصري طالما انا مش هلغي هلغي الهبوط يبقى هلغي الهبوط كمان في الدور المصري واعمل مجموعتين علشان يبقى مبدأ تكافؤ الفرص اعمل الموسم القادم مجموعتين في الدور المصري واخد الاول والتاني هنا مع الاول والتاني من هنا علعبهم دور قبل النهائي واللي يفوز علعبه النهائي بقى هو خد بطولة الدور المصري لكن بعد كده صعود البقاء في نفس عدية الممتاز به طيب معانا مداخلة مهمة جدا كابتن حسن الوزير لاعب نادي المنصورة السابق ومرشح مجلس النواب اهلا بك يا كابتن حسن اهلا بحضرتك والسلام ضيوف معايا كابتن حمد مرجان اخويا وحبيبي وصديق عمر الغالي كابتن حمد مرجان من المحللين المساطرين ومن الناس من الاخرى الناس في الوسط البياضي يا كابتن حسن انت حضرتك لاعب كرة قدم واحنا في كرة البلد دايما بنقف جنب لاعبة كرة القدم وجنب الشباب اللي بيترشحهم في مجلس النواب اطلالة سريعة على البرنامج الانتخابي وخاصة للشباب في ترشحك لانتخابات مجلس النواب انا انا باعتبر نفس الشباب والشباب لازم يكون لهم صوت في مجلس النواب لان هو دا هيوصل مطالبهم وهيوصل اه اه فهم كل شيء عاوزينه فلازم يمسك اه 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 ادوية اه مجلس النواب يعني الرياضيين ومن الشباب اه اللي يكون مجلس بينهم ونوصلهم. تمام. هم لهم مطالب وهم لهم اصراب وهم لهم اه اه حاضر. تانية واحدة وانا ما حاضركم. كابتن حسن ان شاء الله يبقون لنا حضرك مع معنا اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله يكون معنا للهوى الاسبوع القادم ان شاء الله. توضع لحضرك للسادة المشاهدين والمتابعين اه البرنامج الانتخاب الخاص بك. وما يعني تأخذه من خطوات نحو الشباب. طيب اه كابتن حمدي اه كابتن حسن الوزير اه شخصية رياضية لعب لنادي المنصورة. ومن الشخصيات المتميزة اه خلقيا ورياضيا وليه بقى كبير عاوز يعني يعمل حاجة في مجلس النواب. يبقى ممثل للرياضيين في مجلس النواب. كابتن حسن الوزير هو عنده علاقات كويسة جدا مع جميع الاندية. وعلاقات مفتوحة مع طول السياحة ومالطول الاقتصاد والسياسة. وما فيش حد بيحتاجه كابتن حسن الا انزا كانت بيخدومه مستشفيات اه مشاكل في قليات في مدارس كده. وهو يعني من الناس اللي هي بتخدم اه قاعد جمهورية بتاعته. وهو له شعبية في المنصورة. فاحنا بنا يكرمه بكده ووفقه كده بالنجاح كده. ويحقق البرنامج اللي هو متاح بالنسبة له يعني. تمام. طيب معانا تقرير. طيب معانا تقرير نطلع او اه اه تقرير اه يعني فوز اه سرس الليان. وصعوده للقسم التاني على فريق اه مركز شباب ديار بنجم. وبنشكر زميلنا احمد عبد الجواد. ونرجع لحضراتكم مرة تانية. convince conserverك اخوضه dan اهم سائره. الا واقع.س على معين وان يأتي ربない. слышال فبراك اخوضه. اصبحت Hanggan 한ان لمد رسبة اخوضه. اخوضه بالنسبة لفس السيارة. متضمن. الا Yes 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 Yes. احنا الفرع الوحيدة الحمد لله لربنا اكرمنا وفضلنا عرضنا في نشر الموسيب. احنا نلعب ان شاء الله بازن اللي عندنا ستة بونت عايزين ناخدهم عشان نبقى فعلا يعني عملنا انجاز الزرادي صعود بلا هزيما ان شاء الله بازن الله. كابتن شريف هيكا لاعب سير في اللي ايام. مبروك فوز النهاردة والصعود بتقوله فريعا. الله بارك في عدريتك. اه حاولي النهاردة داعب موسيب باكمله. اه الحمد لله فضل من ربنا النهاردة قديرنا نتخطى. رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام وانواصل اه الحديث اه مع حضراتكم عن ما هو كل ما هو حصري وكل ما هو جديد اه في قرط البلد. قرط البلد في كل بيت في البلد. وبنتابع مع حضراتكم نتائج يعني المجموعة التالتة مجموعة بحري واسكندرية دي كرنس متقدم على بيلا بخمسة اهداف مقابل لشيء وايضا فريق اه ابو أبو إيرل الأسمدة متقدم على ضمانور بأربعة أهداف مقابل لشيء وفارقه متقدم على بلدية المحلة بأدفين مقابل لشيء ومالية كفر الزيات والحمام حبايب مازالوا متعدلين بدون أهداف وغزل المحلة متقدم على الإلومبي في اسكندرية 2-1 وأيضا دي كيرنس زي ما قلت لحضرتك كابتن حمدي متقدم على بيلا 5-0 شايف في عجلة سريعة كده يعني رسالة بتوجيها النهاردة في نهاية هذه الحلقة بتقول إياها كابتن حمدي أنا بكلم بس بوجه الرسالة لللجنة الخماسية ارحموا الفرقة اللي هي صعدة السنة دي ما عندهاش إمكانيات مادية زي بيلا اللي صعدت دي وهتنزل نفس الموسم علشان ما عندهاش موارد مالية فياريت ياريت اللجنة الخماسية أو اتحاد أو ما يمشون هم الاتحاد يقف جنب الأندية دي وعظم الهبوط الأندية دي تما كنت كنت بتصعدهم وترجعتها بطم تاني والنهاردة عملت قرار بصعد 12 فرقة والمسلم اللي فات عملت ترقي يعني فيه تخبط إداري في الاتحاد بالنسبة للوايا السنة اللي فاتت فرقة الظلمت السنة ده صعد مباشر فأنا ياريت بس يرحموا كمال الأندية اللي هي نزل الدهيات زي بيلا والحمام وبقيت الفرقة يعني والزرقة والترسانة والأولومبي وده البلدية برضو كهتهبط شكرا يا كابتن حمدي بنشكر أعزائي المشاهدين ناقد رياضي كابتن حمدي مرجان على هذه الحلقة نورتنا وشرفتنا بنشكر أعزائي المشاهدين كل القائمين على برنامج كورت البلد عمر خليفة في الإعداد وزياد محمد في الفي تي ار وتامر السيد في الإضاءة وعم علي في الصوت ومطر في البلاي وعم عزب في مدير التصوير وأيضا بنشكر المكتيدة دائما مارينة جمال رئيس التحرير وبنشكر مخرجنا الرائع ومخرج الرواع الأستاذ محمد عبد المجيد وإلى اللقاء في حلقة قادمة من كورت البلد كورت البلد في كل بيت في البلد ترجمة نانسي قنقر